وإذا كان الدعم الغربي إذن يشكل رافع لأوكرانيا في معاركها مع روسيا وكان سببا واضحا في صمودها الميداني فإنه أيضا شكل مناسبة لاختبار الأسلحة الغربية في ساحة المعركة ما هي هذه الأسلحة وكيف جرى اختبارها ومن منها كان حاسما في الميدان التفاصيل في هذا العرض مع مروج إبراهيم تقاطر الأسلحة الغربية على أوكرانيا هو بلا شك دعم لهذا البلد في حربه ضد روسيا لكنه في المقابل يشكل فرصة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لاختبار أسلحتهم ووفقا لشبكة سيانان الأمريكية مكنت الحرب في أوكرانيا الغرب من تقييم مدى قوة الأسلحة والأنظمة الخاصة التي زود بها كييف على أرض الواقع إذ لم يتم وفق مصادر استخباراتية استخدام أي من هذه المعدات على الإطلاق في حرب بين دولتين متقدمتين صناعيا ليس هذا فحسب بل مكنت ساحة البعارك الأوكرانية من دراسة عتاد بوسكو العسكري كذلك تابع ضباط العمليات الأمريكيون ومسؤولون عسكريون آخرون مدى نجاح روسيا في استخدام المسيرات تلك رخيصة التكلفة المقدمة من إيران لتدمير شبكة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا نقلت سيانان عن العديد من المسؤولين الاستغباراتيين والجيش آمالهم في أن يكون إنشاء المسيرات منخفضة التكلفة التي تستخدم مرة واحدة أولوية قصوى للمستثمرين في مجال صناعة الأسلحة الحرب في أوكرانيا شكلت كذلك مصدرا للبيانات حول مدى فائدة بعض الأنظمة الخاصة بالجيش الأمريكي فوفقا لضابط عمليات أمريكي فإن بعد هذه الأنظمة مثل طائرات المسيرة من دون طيار سويتش بليد 300 والصاروخ المصمم لاستدافة أنظمة رادار العدو قد أظهرت أداء أقل من المتوقع في أرض المعركة لكن في المقابل كانت على سبيل المثال قضيفة الصواريخ المتعددة هايمرز كانت حاسمة حيث ساعدت الحرب المسؤولين على أخذ دروس قيمة حول معدل الصيانة الذي تتطلبه هذه الأنظمة في ظل الاستخدام المكثف أيضا قدمت الحرب للمسؤولين العسكريين نظرة عن عمل مدفعية هاوتزر والتي شكلت جزءا مهما من القوى الأوكرانية وكشفت المعارك أن دقة وفعالية هذه المدافع تتضاءلان بعد إطلاق الكثير من القذائف في فترة زمنية قصيرة كما شكلت الحرب في أوكرانيا فرصة جديدة أيضا للمقاولين والمستثمرين العسكريين الأمريكيين لدراسة وتطوير أنظمتهم حيث أعلنت شركة صناعة التجهيزات العسكرية بي آي إي سيستيمز أن النجاح الروسي في استخدام طائرات الكاميكازي دفعها إلى إعادة تصميماتها لمركبات القتال المصفحة في السياق ولأخذ العبرة من الحرب الأوكرانية قال نائب أمريكي أن هناك كتبا ستصطر وستصطر حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب باسية العميد أهلا وسهلا بك معنا يعني اعترف الخبراء على مستويات عدة ومن أماكن عدة أنه أوكرانيا كانت مختبر للأسلحة الغربية الأمريكية والأوروبية برأيك هل أو إلى أي مدى أفاد ذلك صناعة الحربية الغربية وهل شجع ذلك الغرب لمنح أوكرانيا مزيد من السلاح والعتاد تحاتي الحضراتك مروج فعلا أي سلاح بيتم اختباره في المعمل واختبار قياسي في بيئة شبيهة بميدان المعركة لكن لا يعادل الاختبار الحقيقي في المعركة زي مساعدتك تفضلتي الام 3-7 المدفع الهاوتزر أول حاجة أثبت بالفعل أنه هو لما بيدرب غلالات دفع كبيرة من النيران بيحصل من نتيجة الحرارة يحصل خطأ في ضرب النيران في حاجة تانية هتعدل فكرة الهاوتزر نفسه اللي هو ذات الحركة يا فكرة بطء الحركة واستحالة نقل المكان تجنوبا للنيران العكسية يعني لما بيتم اطلاق دفعة نيران رادارات المدفعية بتجيب مكانه وبيتم الرد عليه فهو تقيله وحركته بطيئة يعني حيبقى فيه اتجاه أن فكرة الهاوتزرات المدافع التقيلة يتم اعطي نظر فيها لصالح حاجة نجحة زي الهايمارس اللي هو نجح نجح كبير الجانب الامريكي من فترة طويلة ما خدش عمليات مثل اوكرانيا يعني ممكن اخر عمليات كانت في العراق لان حتى سوريا كلها عمليات جوية وبعض العمليات الخاصة ما فيش عملية فيها قوات وفيها سلاح في استخدام الدرونز بالفعل الجانب الامريكي بيعتمد على انواع ضخمة من الدرونز زي الجري ايجل بملايين كتيرة بخمستاشر مليون دولار وفيه باكتر من كده في مقابل عشر تلاف دولار وعشرين الف دولار زي الجيران اتنين اللي هي شاهد 136 الايراني انا من وجهة نظري ان الشاهد 136 ما كانتش نجحة عملياتيا يعني ضد اهداف محصنة وده اهداف عسكرية لكن نجحت في اصابة جنود ونجحت في استهداف البنية التحتية يبقى لازم الجانب الامريكي كنا احنا بنقول ان سويتش بليد 300 سويتش بليد 600 حتكون البديل الميدان اثبت انها مش بالفعلية اللي الامريكان كانوا يتصوروها او احنا كنا بنتصورها كباحثين ما تلعدش بالقوة دي ميدان المعركة بيكون في بيئة حقيقية على سبيل المثال الاسلحة اللي بتوجه بالإنفراريت بالأشياء طاعة الحمرة بتعتمد على الحرارة ميدان المعركة مليئة الحرارة هنا مشتعل وهنا مشتعل كل ده يعمل ديستورشن أو جامنج على التوجيه الساروخ لكن لما تجربوا في المعمل يطلع تشويشا لما تجربوا في المعمل تطلع الإصابة 99% لكن في الميدان ممكن تبقى ضعيفة جدا وبالتالي الميدان هو المعترك الحقيقي وهو المحك الحقيقي والعمل لإختبار هذه الأسلحة ماذا سيدة العميد عن الجانب الروسي؟ هل ساحة العمليات ايضا كانت فرصة لإختبار الأسلحة والمعدات الروسية والأنظمة التي اعتمدت عليها لناحية صيانتها تطويرها لاستغناء عن بعض الأسلحة ما الذي كشفته الحرب لناحية التسلح الروسي؟ أولا فائقة الدقة والفلس صوتية زي الكنجال والكاليبر والاسكندر كل هذا أثبت فعلا دقة عالية كان الغرب يسخر من الصوريخ الروسية في حرب سوريا كانوا يقولون أن الروس يطلقوا الصوريخ على سوريا فتسقط في إيران لعدم الدقة وحصل مرة استهدفوا من بحر قزوين دير الزور سقطت في العراق في دولة تانية الجانب الروسي أثبت في الحرب دي في عدة أماكن في ضربة قاعدة إيفان فرانكفيسك في الفيف في العاصمة في فينيتسيا أنها فعلا دقة عالية جدا وجربها من أكثر من بلاد فورم يعني جربها من البحر من قطع بحرية ومن غواصات جربها إير لونش بسبب من قزفات إيلة تيو مية وستين أو خمسة وتسعين أو سوء أربعة وثلاثين والاند لونش اللي هي زال إسكندر أطلقها من الأرض كانت الدقة عالية وكان في أحيانا وكنت بقولها في سكانيوز حقيقة بيستخدم حتى ضدها هدف قريب يعني ممكن فيه بدائل كان بيستخدم فاق الدقة والفاق صوتي عشان يأكد ده الحاجة الثانية استخدم صوريخ دفاع جوي كأرض أرض يعني أرض جو زي الأستلتمية حولها لأرض أرض يعني بيعتبر أنه عنده مخزون كبير منها الدفاع الجو الروسي الاس 400 اشتغل في العملية وكان أول مرة السوء 57 طائرة الجيل الخامس طائرة السيادة الروسية اللي العالم بينتظرها عملت عشر طلعات في الحرب كل ده تجارب بالتأكيد لكن السيادة العميد ده للغرب اتكلمت حضرتك عليها هو استخدمها نعم اتفاة تلسية طلعامين يعني هو الكاميكاز اللي هي زي الشهيد 36 عود النقص اللي عنده سواء في طائرات الدرونز اللي هو الأورلان 10 ضعيفة فاستخدمها وحصل عليها بأجر بسيط ومقابل مقايدة يعني ياخد إيران تاخد سواء 35 مقابل مئات يعني ممكن يوصل 2400 أو أكتر من الكاميكاز حلت مشكلة كمان نقص تراجع عدد الفرد صوتي ووفاق الدقة في مخزون الجانب الروسي واستبدلها بطائرة رخيصة يعني الماكرون الرئيس الفرنسي أعلن أو أعلن التزام تلاه برلين وواشنطن بمد أوكرانيا بدبابات خفيفة هذه الدبابات ستكون إضافة بالنسبة لصحة المعركة الأوكرانية ما الاختلاف الذي ستجريه وهل ستضيف بالفعل مميزات للجيش الأوكراني في معركته هو فكرة أي قطعة حضيف لكن فكرة المضرعات المطلوب مضرعات تييلة الحقيقة لسبب المضرع الفرنسية مدفعها 105 أعتقد مش مدفع تييل ففي أي معركة ما بين يعني لو دخلت مع التي تسعين الروسي التي تسعين متفهوق عليها بالزراعة الطويلة يعني مدى المدفع أعلى يعني أبعد دقة الإصابة أعلى التدريع أعلى الحماية من يعني لغاية مثلا 20 بوصة يعني الدرع يوفر حماية للطاقم اللي جوه لـ 20 بوصة الجالب الروسي بيضرب تييل سواء كامل الدبابات بيضرب مدفعية تييلة المدفعية موجودة الخزيفات موجودة عنده الكورنة عنده صوريخ الكورنة المضاد للدروع السروق ده فعال جدا يعني زي يعني ممكن يتفوق على بعض سيدة العميد لأنه ما زال هناك حديث أيضا لكن مطلوبة كحماية صحيح جزئية ما زال هناك حديث عن الدبابات ليوبارد سيدة العميد عذرني ولكن هذه نقطة أيضا مهمة لأنه هناك تلك ألماني في تسليم ليوبارد 2 التي طلبها الجيش الأوكراني أولا لماذا هذا التلك وما الذي ستحدثه ليوبارد 2 هذه الدبابات الكبيرة الألمانية الصنعة أولا هو بيتعملها يعني عملية ري انجينيينج كاملة يعني بتتفك كلها ويتعملها صيحونة وتتصنع من جديد لأنها متهلكة على الجانب السياسي أنا أتفهم مع حضرتك أن ألمانيا تخشى يعني أن تدخل في صدام مع الروس يعني وكانت دايما هي بعد فرنسا في فكرة يعني عدم اضغضاب الروس أو عدم الدخول التضحرج لحرب العالمية وخصوات الألمان عنه في الحرب العالمية في 2024 أعتقد يعني مش هتكون مفيدة المعارك الحسيمة هتكون في الربيع القادم صحيح وبالمناسبة سواء كان المضرعة البرادل الأمريكي أو الفرنسية أو المردر الألمانية إجمالا ما يجوش ميت مضرعة يعني مش العدد اللي يعمل فارق بالمناسبة الروس هم القوة الأولى في العالم في المضرع وفي المدفعية والنيران فلما تواجه في مضرع وخصطت دونبس اسمها أرض الدبابات يعني دي أحسن أرض تخط فيها معارك وتوفر معارك للدبابات معارك الدبابات أعتقد هيخسروا فيها دبابات لو ما كانتش تقيلة وما كانتش بأعداد كافية في جابها 1200 كيلو يعني بشكر حضرتك للأسف وقتنا انتهى من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السيد سيدة العميد سميراغ أشكرك